In One Minute والآن لنتحدث عن النوع الثالث من الالتهابات الحادة اللانوعية وهو التهاب الحنجرة والرغامة والقصبات الحاد أو ما يعرف بالخانوق يعد الخانوق أكثر شيوعا من التهاب الحنجرة الحاد البسيط ينجم عن إنتام فيروسي في منطقة أسفل المزمار يصيب بشكل خاص الأطفال بين 6 أشهر و 3 سنوات يتطور خلال 3 إلى 7 أيام وقد يختلط بإنتام جرثومي ثانوي الفيروسات الممرضة الأساسية هي نظير الإنفلونزا 1 و 2 يتظاهر المريض بداية بالتهاب تنفسي علوي يتطور بشكل سريع كما يتظاهر ببحة صوت وترفع حروري 39 إلى 40 درجة مئوية وصرير مترقي تتطور أعراض الضائقة التنفسية نتيجة انسداد الطريق الهواء العلوي بشكل تدريجي فتظهر على شكل صعوب التنفس وسحب وربي وفوق قصي يظهر التنظير حنجرة طبيعية في مستوى المزمار وما فوقه بينما تظهر وذمة تحت المزمار تمتد غالبا إلى الرغامة مع مفرزات لزجة وقشور ملتصقة خاصة عند ترافقه بإنتان جرثومي ثانوي تظهر الصورة الشعاعية البسيطة الأمامية الخلفية للعنق علامة البرج أو قلم الرصاص نتيجة تضيق طريق الهواء تحت المزمار من الأعلى إلى الأسفل القبول المشفوي مستطب غالبا في الخانوق بسبب حدوث الضائقة التنفسية وزيادة صعوبة التنفس إذ يجب أكسجة المريض وترطيب الجو وتأمين خط وريدي قبل متابعة باقي الاستقصاءات تحقن الصادات الحيوية في حال الترافق مع إنتان جرثومي ثانوي ويتم تعويض السوائل في حال حدوث التجفاف تعطى الاستيروئدات لتخفيف الوذمة ويعطى الأدرينالين استنشاقا لتوسيع القصبات من أجل تخفيف البحة الصوتية وتجنب خزع الرغامة ما أمكن يتم تنبيب الرغامة في حال تطور الانسداد وقد يفشل التنبيب نظرا لكثافة المفرزات فنلجأ حينها لخزع الرغامة يعد الخانوق حالة محددة لذاتها إذ يستجيب جيدا للعلاج الداعم ما لم يترافق بإنتان جرثومي ثانوي عندها يدخل المريض في خطر الانسداد التنفسي نظرا لكثافة المفرزات القيحية